السلام عليكم وعليكم السلام احلي اتظار بركاته تفضلوا دول حريمة علي بيه بحلهم الجاعات المكفولة فوج وتكلميهم يا صالحة كل دول حريمة علي بيه ليه؟ جنسه ايه ده؟ هدو قوضي تتفرج عن الناس ولا ترحب بيه؟ حاضر حاضر تفضلوا تفضلوا يا مرحبة يا مرحبة ضيوف يا صالحة فاهمة ايه فاهمة انزل انت يلا بس شوف مصالحك ما تشغلش بالك تفضلوا تفضلوا وانزل يا امام هدو تضخر عن الناس ماشي ميه؟ وحكي تنزل انزل بيه؟ انزل يا امام ما شايفش حالهم كده غريبة لو بكت انزل ايه وانزل حاضر يا امي انزل اخي كفاضة صحي يلا يلا ايضان ايضان الورعة المركوب اه ايه الأخبار أبور حمد حسين بيك وخري حسين بيك وخريل بيك تأسموا بشيخة البلد وبيجهزوا كل عودهم أنا بشكرك لحماية حاريم يا محمد أنت أستاذي بعضك في رقابتي بل ليه إيه أخبار خاتون هانم وزينب هانم والبنات والجواري استقروا في بيت شيخ العرب بعض يا مرحبا يا مرحبا تفضلوا تفضلوا البيت منور زينب هانم شرقست حرم علي بيت صالحة شيخة العرب تفضلوا تفضلوا الوقت لي جاهز أنا صايمة يا هانم أشكرتك ومالو يا حبيبتي لما يدن المغرب هتلاقي أحلى وكلة تفضلوا تفضل يا زينب هانم هنأذلكم هطلع قوتي يا صلي ادعينا يا حبيبتي وأنت بتصلي وشها منور تفضلوا يا مرحبا يا مرحبا فضي ولا كثير ولا حاجة ده وكلنا العادي والبخيل هو اللي ما يكلش زين أنا براهن عمر وقيد شيخ العرب رجل زي ده عشان خطر ناسه ممكن يديني الأمان طبعه ميال للخير معقولة علي بك يعني هو ده رأيك فيه شت واتسودك واحنا عنده وحطانه جايزي كله عودان طب أفهم أفهمك النوع ده من الرجالة مستو إنه لو إده كلمة ميرجعش فيها أبداً ولو قطع على دفسه عهد ميرجعش فيه سبحان الله علي بك أنا عارف انت بستعجب علي أنا غير الشيخ العرب همام ابن يوسف أنا جن علي لكن فيهم الأيام اسمي علي ولا فيهم الأيام عرفت بلدي أنا رجل غريب اتخطفت شكلته الدنيا وعجنته الأيام لكن شيخ العرب همام ابن يوسف ابن أحمد تصنف تاني الزكاء إنك تعرف طبعك وطبع غيرك وتستفيد من الطبع وغير طبعك مش فاهم ما فاهمك بالدهب الدنيا دي أي مع الاختلاف مش الاتفاق هي قانونها كده والشاطر اللي يخلي اختلافه مع غيره ده لصالحه هو طبعه المروء أو الوفاء بالعهد وأنا طبعي يتدوران مع الدنيا زي مطور أنا طبعي يسمح لي إن أنا أمد له إيدي وطبعه ما يسمح لهش أبداً إن يرفض إيدي الممدودة دي يا مولايا دانتا أولا يا أبو الداب دانتا داهية درتك يا حبيبتي يا ريتها كانت ضريتي كنت ارتاحة أمه ليه؟ دي يا حبيبتي مرته عثمان بيك الفقاري من ساعة ما جوزة هيرب وهي عندنا وعلي بيك وقع في غرامها يا ستي إيه؟ يا ساتر يا رب أنا ما فاهماش إحنا ما عندناش الكلام دي يعني هي مرته ولا جاريته؟ وبعدين كيف تبقى على زمة رجل تاني عنده؟ عمل المستحيل علشان تحبه عرض عليها كل حاجة وهي رفضت كل حاجة حتى الجواز رفضته ليه يا بول؟ ماذا معاوز يتجوزها في الحلال؟ عشان هي في اعتقادها إنها لسه على زمة عثمان بيك أصيلة والنبي دي من ساعة مجاتل وهي جاعدة على سجادة الصلاة أنا كنت بغير منها في الأول قوي ولسه بغير منها بس اللي خاف في الغيرة جوايا شوية إنها مش عايزة حاجة من علي ولا من الدنيا كلها أم الله لسه الغيرة جواك يا حبيبتي عشان أنا متأكدة منه إن علي بيحبها قوي ومش بيحب حد تاني أبداً أبدها همام جي بالإذن لكملوا بك كاملوا بك الرسالة دي لازم توصل للباشا في مصر بمنتهى السرعة أو بأي طريقة أبداً لازم يعرف إن هنا زمام الأمور بإيدي أنا مع السلامة يا صديقي مع السلامة يا صديقي ما كده؟ هو همام؟ ما له همام؟ حرج عليك أن تطلعش فوق عندها؟ لا بس يزعل ومين هيقوله؟ يا أنا يا أنت؟ مين تاني هيقوله؟ هلأ أنا أقول لا؟ يلا دي سلام عليكم أهلا سبحاني يا مفهد غالي قلنا أبدلوا عليكي تكون يعاوزة حاجة ومكسوفة ما تكسفيش بيتكم وطرحكم شايفه أنا بزيبوك ازيك؟ مين فيكم حرم همام بيك؟ اسمه شيخ العرب همام إحنا بتاناني يا حبيب ما شاء الله شيخ همام زوء علي قوي ده زوجك يا حجة زينب زينب هانم أو زينب بس حلوة جاوي جزة الفستان دي التارذي في اسطنبول تعيش وتلبس يا حبيبتي بسم الله ما شاء الله اللي يشوفكم حقيقي قول إخوات مش ممكن تكونوا درير أبدا درة اللي جدامك دي أنا اللي نجيتها الجوزي تبارك الله ما شاء الله ربنا صلح هانم اداكي عقلي كبير قوي زي قلبك الكبير إنك تختار يا عروسة أمر كده الجوزيك يعني كله من زوجك يا هانم كله من زوجك قال أنا نجيتها كانت عيفشة جاوي بس هم غيروها جصة كبيرة كده يعني أنا مش فهمة حاجة صلحة هانم وقال أنا يا حبيبتي فهمة حاجة لحد الوك لكن أمر ربنا وعلي بيه بسم الله علي ما تجوزش عليكي؟ لا علي عنده جواري أنا أم البنات والزوجة الرسمية لا همام عمره مدخل على البيت جارع جابوله كتير بس يقول لها صلحة بالدنيا صلحة ورد اليمن معقولة رجل في مكانته وهبته وغناه ما عندهش جواري؟ لا يا حبيبتي وهيعمل بيه وماه معنا مرزوعين هو هنروحوا فان؟ آآ يخدموه العفد كتير يدلعوه؟ إحنا نخدموه ونجلعوه ونزعلوه ونصلحوه إحنا كل حاجة إنتي لطيفة قوي صلحة هانم تعرفي إنتي ليكي عندي هدية حلوة قامة وإنتي كمان وردة هانم خير مولانا الباشر من خادمكم علي بيك وإني الآن متمكن ومتحكم في الصعيد وإن حدث لا قدر الله في الأيام القادمة وخطعنا إمدادات الصعيد من قصب وقمح عن المحروسة فهو ليس عداء لجنابكم ولكن من عنه لوصولها للأشرار وأنت تعلمهم واعلم أني وصالح بيك في طاعتكم وولائنا لكم فأعينونا على الأشرار ولا تعينوهم علينا أو تلقوا لهم بأموال الميري بأي طريقة ونحن معكم وفي خدمتكم واح واح أنا رغش على هم ما كده ما يخبرني؟ بالعاصり يا فاتح الجميع بـ هيكيبك هيموتوا بـ باتزن مغولك فيه أخافي جسر ركبة فيها ما تخافيه انا لو سمعت وعايز احب ويخرب الدنيا اخسل انا وشي لو لجيت وساكت حسطناه الحمد لله انها ليلة شفت الكهنة؟ الراجل يدخل علي يلجعني كده يا ساتر يا رب اتخذ بالي صاحة هانس هدية مكبولة بس لو حصل حاجة هتبقى عيبة كبيرة بس على فكرة دي مش هدية ولا حاجة دي حاجة بسيطة اولا لا هدية هدية فضة فضة نعم يا ست ودت حاجة على teraz illya malkomet ولا حاجة يا ستدي شكلك hey اتفرج يا حبيبتي احنا ما عندناهش جواري لكن عندنا عفريت هات الذه vole يحبيبتي بسرعة ولا قولك؟ غوري غوري هاد حاضر يleen wird خل اتفضل يا حبيبتي ايه ده فرهان هدية بس ده كتير قوي انا ما عملتش حاجة عشان كله لا اقول لك ايه احنا كده هدية قبال هدية ولا اخسر وشي لا 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 كده احسن خليك كده هدية مقبولة شكرا الله يبارك فيكي اما نشوفوا اللي عملته فينا ده هدية ولا خزوج اقول لك متيجة مبادل اليومين دول يعني عشان لو فيها ضرب ولا قتل ولا حاجة زي دي لا يا حبيبتي كل واحدة وللتها وشك بجرائجة اهو لو نعرف كده يا بيه كنا شيانا جيبنا بالدهب من بدري عشان تحس بالامان وتاكل الامان في عهدك وكلمتك مشهور ناسي لهول انت صاحب الامر والكلمة المشهور رواجب عندنا يا بيه طيب عبد ما تشاورهم انا عايز منك خدمة يا شيخ العرب عايزك تمنع القمح والقصب عن بحرين